بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتابي اللي غير كمفروند ونستأنف مع موضوع جديد كما نلاحظ عندنا في العنوان الجورنال دو بوسيني طبعا كلمة بوسيني كما تلاحظون انها تضمن كلمات بوسين كما تلاحظون بان كلمة بوسيني انها ادتكلم عن طافل صغير او فرخ صغير إذا جورنالدو بوسيني يوميات بوسيني كما تلاحظون بان كلمة بوسيني انها تبدأ بحرف كبير ببي ماجسكول إذن نتكلم عن اسمونة أنه يعني فرق صغير كما تلاحظه أصبح اسم إذن الجورنال دو بوسيني إذن نتكلم عن يوميات بوسيني طبعا كلمة الجورنال إيكري أولان غولات لا في دولا في كوتيديان إذن نتكلم عن جورنال دو بوياج إذن نتكلم عن يوميات سفر نتكلم عن الكتابة مسمية يومية إيكري أولان غولات لا في دولا في كوتيديان إذن إيكري نتكلم عن كتابة أو مكتوب إن سأعتبر أولان غولات أولان غولات حيث نحكي فيه لا في دولا في كوتيديان أحداث الحياة اليومية أحداث الحياة اليومية التي يقوم بها الشخص كل شيء يقوم بها الشخص مثلا أنه يدونه في دفتر إذن هذا الدفتر يسمى جورنال طبعا هذا يحصل يحدث أيضا عند الشركات يكون عندها دفتر أو مكتوب تكتب فيه كل شيء حدث في الشركة ثم بعد ذلك يتم ترتيب هذه المعلومات خاصة بالمحاسبة أيضا نتكلم عن بيوليكاسيون كوتيديان نتكلم عن منشورات يومية بيوليكاسيون نتتكلم عن اللجورنال نتكلم عن أشخاص نتكلم عن اليومية أو نتكلم عن الجرائد ، من أخرى الذي يهم هنا هو المعنى الأول نتكلم عن دفتر ليكون احداث الذي يقوم به الشخص في كل يوم إذن هذا الطفل طبعا أنه سمي على كما نقول أنه فرخ صغير أسمته أمه بوسينة طبعا بالمؤمنة نقول بوسينة بوسينة كما نقول فرخ صغير ثم عندنا هذه الكلمات كما تلاحظون عندنا أنكيي طبعا هذه الكلمات نعرفها أنكيي دفتر بوسيط بعد مرة عنا نتتكلمه على الميستير شيء ما لا يعرفه تفسيره إذا نقول عن شيء ما تبعناه ميستريوز في المؤمنة إذا المقصود أنه غامض نتكلم عن شيء ما تبعناه غامض نقول عنه بأنه ميستيريوز وبيه ميستريوز في المؤمنة إذن نتكلم عن شيء غامض ثم عندنا نسبة نسبة أليس كذلك عندما كنت صغيرا كما تلاحظون عندنا لفعب أتر هذا الترميليزون عندما كنت صغيرا كان ممكن نقول مثلا عندما كنت صغيرا ثم عندنا إليا كان هناك كان ممكن نقول مثلا إليا نصرف أبواغ المقصود بأنه يوجد هناك الآن يوجد هناك هنا عندنا أبواغ مصرف أبواغ كما تلاحظون نفس الطريقة عندنا الترميليزون أيضا مع إل طبعا هنا مع ج عندنا الترميليزون دولان بارف إذن إليا كان هناك أم برسا هنا عندنا لفعب برسا كما نقول أرجع أنك تأرجح الطفل أنك تقوم بأرجحة طفل فأرجوحك إذن نتكلم عن لفعب برسا هنا عندنا أم برسا مؤرجحة لي وهي تأرجحوني أو يأرجحوني إلى غير ذلك أم برسا مؤرجحة أم برسا مؤرجحة لي روز نتكلم عن شيء وردي نتكلم عن لون روز كما نقول وردي كلمات شميزات إذن نتكلم عن نوع من الألبسة يسمى شميزات ثم عندنا لون النوع طويل طبعا في مؤنة نقول لون لاني بروشان إذن نتكلم عن السنة القادمة السنة القادمة في المذكر نقول بروشان نقول مثلا لان بروشان لان بروشان إذن نتكلم عن العام القادم العام القادم لان بروشان هنا عندنا لاني بروشان السنة القادمة peut-être كما تشعر بنا هذا المصطلح أنه مكون من كلمتين عندنا هنا كلمة pouvoir نقول peu حين نقول il peut يعني هو يستطيع peu هو يستطيع هنا عندنا peu عندنا هذا الكلمة كذا نقصد بها يمكن اتر كما تعرفوا بأن اتر تقريبا أنه يعني كان في اللغة العربية نقصد هنا يمكن يكون يعني يمكن أن يكون نقصد ربما peut-être نقصد بها ربما يمكن أن يكون أو بمن آخر ربما إذن نأخذ الفقرة الأولى من ذا النص نأخذ نأخذ الفقرة الأولى من ذا النص نقصد بها نقصد نقصد كما نقول قبل أن يتجع قبل أن يتمدد على الأرض أن تتمدد على الأرض أنك تستلقي على الأرض بما معناه قبل أن ينام قبل أن يذهب إلى فراشه من قبل أن يكون الغيئ إذا القوسين по نقي آذر كبره ومن قبل أن يقول لي كبره كبره أخرجأ قوم يتجع أي Büro لدينا الآن كانت القليل سيارة إذا كان في هذا المثال لدينا مجلسة إلى التروار وفتح إلى التروار إلى التروار إلى التروار إلى المكتبان إلى الحالة هو لدينا عمر رسمي الأفضل على مكان كديم كما تقولنا؟ الأفضل أفضل فقط أن هذا وأم يمين أو منا إلان صار أنه يخرج منه إلصار هو يخرج طبعا هنا عدنا الوفر بصور تيغ كونجهي أو بحزن إلصار هو يخرج أو هو يخرج ولكن عدنا دقان المقصود بأمين إلان صار إدن هو يخرج منه أو يخرج منه آن غغو كي دفترا ضخما وإلإكري حيث هو يكتب عدنا الوفر إكري عدنا فيع الكتابة كونجهي أو بحزن مصرف في الحاضر وإلإكري حيث هو يكتب ديشوز مستيريوس أشياء غامضة إذا وكان يخرج من ذلك الجارور كما تقولو حنا القابطة تخرج منه وحد دفتر ضخم حيث تنتكلم على حيث تنتكلم على الدفتر وإلإكري حيث هو يكتب ديشوز مستيريوس يكتب أشياء غامضة يكتب هذه الأشياء الغامضة في الدفتر الضخم سوكي هذا الدفتر سيسون جورنال كما نقول هو يوميته هو يوميته إذا نتكلم عن الدفتر الذي يكتب فيه أشياء كل يوم تخصه إذا نسميه الجورنال بوسيني نولمونت خابعصون إذا بوسيني أنه لا يظهره لأحد هذا الدفتر الضخم لا يظهره لأحد هو يخص به نفسه فقط بوسيني نولمونت خابعصون إذا بوسيني أنه لا يظهره هو يدله نولمونت خابعصون كان ممكن نقول مثلا بوسيني نولمونت خابعصون سوكي إذا بوسيني أنه لا يظهره لأي شخصين هذا الدفتر الكبير إذا هذا الدفتر الكبير حتى لا نعيد الكلمة إذا نعوده بدله بوسيني نولمونت خابعصون إذا بوسيني أنه لا يظهره لأحد طبعا هنا عندنا لفرب مونت خي دو لامين فاسون كونجيه أوبريزن إذا نعندنا لفرب مونت خي فعل أدهار أو أشار مونت خي مونت خي أدهار أنك تشير بالأسبوع نقول لشخصين متران مونت خمو أدهرلي أو بيلي أو أريني مونت خمو مونت خمو أو ستروف لأمزان دو لأجونس سي لفو بلي أريني من فضلقة غينة توجد در شبب مونت خمو سيلو بلي أو ستروف إذا نتكلم على اللغة المنترية كما قلنا ولكن هنا المقصود بأظهر إذا لا يظهر لأحد ولكن أنا أنا صديقه المقصود بأنني العكس ذلك أنني أطلع على الدفتر جاييو لدغو بان ليه كالكو باج أنا عندي الحق طبعا كان ممكن أن أقول مثلا جاييو لدغو بدون هدئي إذا المقصود بأظهر أنا عندي الآن الحق ولكن كما تنشوف هنا عدنا لباسي كومبوزي دي فرب أفوار كما تنشوف هنا عدنا لباسي باسي دي فرب أفوار هو هدئي لعدنا طبعا لباسي كومبوزي هنا ما مصرفش مع أدخ بل مصرف مع أفوار مصرف مع نفسه هو هنا عدنا أفوار كمساعد حتى نصرف بفعل آخر في التان كومبوزي إذا هو كمساعد هنا إذا كان في الآن أضفنا له و أضفنا له لباسي بفعل آخر سنحصل له على باسي كومبوزي إذا كان فلا باسي مصرف هنا مثلا أضفنا له نضع نفس الو بارتيسيباسي تقول لدينا بلوسكو بارفي ديال هاد الفعل الينا الي واخد منه هاد الو بارتيسيباسي الي كان عدنا مثلا هنا في الفيتور سامبل ثم اضفنا عليه مثلا الو بارتيسيباسي الخاص بالفعل نفسه الذي عندنا هنا اذا سنحصل على الو بارتيسيباسي الخاص بالفعل طبعا الي غير ذلك فيما تنصرف هاد الاكسيليار هاد مساعد شامان باسيت تنضيف عليه نفس الو بارتيسيباسي تنحصله في المجمل على زامان مركب على هاد الفعل الي خضينا منه هاد الو بارتيسيباسي بالنسبة هنا عدنا افور هنا خضينا منه الو بارتيسيباسي ثم عدنا ن continuation عدنا افور ك großer اذا سربنا افور مع افور اذا جاءي انا كان عندي كما قلنا قبل قليل لو حدفنا هادئي وقلنا جاي لدوه إذا نقصد بأنه عندي الآن لدوه عندي الحق ولكن وين عندنا جاي لدوه جاي لدوه أنا كان عندي الحق كان عندي في الماضي لماذا الحق تصرفنا هنا؟ أفواغ تصرفنا في لوباسي كومبوزي تصرفنا في الماضي طبعا أفواغ كما تنشوف هنا راتيفيد الملكية طبعا حتى في الحالة المركبة احنا تصرفنا أفواغ مع نفسه ما تصرفنا فيها الآخر مع أفواغ إذن جاي لدوه تصرف عنده من جديد هاد المعنى دي الملكية لأن أفواغنا مع نفسه هنا أضفنا بعد منه الإسم جاي لدوه أنا كان عندي الحق دون لير نقصد بأن أقرأ منه هاد أون هي منه هاللي عدنانا إلى نصار هو أخرج منه هو أخرج منه طبعا هاد أون من الأمور اللي تتعوضها تتعوض حتى السيغة طبعا تتكون مبدو أبي دو حتى نتفادى التكرار نقول مثلا جاي لدوه دو لير كالكوباج دو سوغوكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي إذن جيله هو دون ليغ كالكوباج أنا كان عندي الحق بأن أقرأ منه أو منها إذا كان عندنا المؤمنة كالكوباج بضعة صفحات ليه واسي ها هي طبعا صديق بوسيني سيقرأ علينا من هذه الصفحات التي قرأها لي بوسيني إذن جي ديزان أنا عندي عشر سنوات جو مابل بوسيني أنا أسمى بوسيني مانفرانو إي بيار اسم الحقيقي هو بيار مي تولو ماند مابل بوسيني ولكن كل العالم طبعا الماند نقصد بالعالم ولكن هنا كل الناس مي تولو ماند مابل بوسيني ولكن الجميع أو الكل أو كل الناس مابل تناديني أو تسميني طبعا هنا لوفير أبلي المقصود بنادى لوفير أبلي المقصود بنادى نقول لشخصين مثلا كموتي تابل أنت كيف تنادى كيف ينادى عليك بمعنى آخر ما اسمك ولكن لوفير أبلي في الأصل أنه تعني نادى إذا متولو ماند مابل بوسيني ولكن الجميع يسميني إن صح التبير أو يناديني كما عندنا هنا بوسيني كالدرولدن نسبة كالدرولدن نسبة أي اسم مضحك نسبة أليس كذلك؟ ولكن أي اسم مضحك هذا نسبة أليس كذلك؟ كالدرولدن ن كما لو نقول أي ضحك للإسم هنا كما لو نقول أي اسم مضحك نسبة أليس كذلك؟ كما لو يقول أي اسم غريب هذا نسبة أليس كذلك؟ كما لو أنك ستفقد شهرين كما لو أنك ستفقد شهرين كما لو أنك ستفقد شهرين ممنا ستقول autreس ي Hope porter لأن المم mammals chanting مثل أناءنه ي Qiao ē ؟ نredit عمنا في البدح ويرو لا أ ستقولordo تغني لي دي شانسون اغنيات لصور في المساء pour من درمير لكي تنوي ماني لكي تنوي ماني طبعا هنا عدنا رفع ان درمير أنك تنوي مو شخصا تجعله ينام pour من درمير حتى تنوي ماني حتى تجعلني انام كون جتبتي عندما أنا كنتو صغيرا ماما ما شانتي دي شانسون أم كانت تغني لأغنيات طبعا تكلم عليه شانسون أغني لصور يعني في المساء pour من درمير من أجلي تنوي ماني من أجلي أن تجعلني أنام ثم إليا في إن شانسون كو جيمي بوكو كانت هناك إليا كما قلنا أن ما عندناش إليا أبوار مسارف لنبارف كما تنشوفو عدنا قائطي مع إيل ها دو لترمينازون لنبارف تابان إليا في كان هناك إن شانسون كانت هناك أغنيا كو جيمي بوكو كو جيمي بوكو اللاتي كنتو أو حيبو كما تنشوفو عدنا لنبارف أمي أيضا لنبارف لنبارف جيمي بوكو أنا كنتو أحب هذا هو المعنى لنبارف المعنى لنبارف تتكلم له وحد الفعل أنه كانت يحدد باستمرار في الماضي إذا إليا في كان هناك المقصود أنه كان لمدة طاولة في الماضي إليا في إن شانسون كانت هناك أغنية المقصود أنه كانت لمدة طاولة تتردد في الماضي كو جيمي حيث أنا كنتو أحب لم أحب هذه الأغنية للحظة أو اليوم اليوم واحد مثلا بل كنتو أحبها لمدة طاولة في الماضي إذا طبعا سوف نصرف لنبارف أمي ألم بارف كو جيمي التي كنتو أحب بوكو كثيرا إي كو مامو شانتي المقصود والتي كانت تغنيها أمي طبعا هنا عدنا لغير شانتي درامي فاسون كون جيغي ألم بارف كما تشوفو عدنا مع آل مع آل حالي عدنا هنا مع إيل عدنا آل كما تشوفو أضفناها لهذا الفعل هنا عدنا لغير أبوار أضفنا له آل و هنا عدنا لغير شانتي أضفنا له آل إذا طبعا هذول تغنيزون دولا بارف باش نبينو بأننا كنا نفعل شيئا أو كان هناك شيء إذا كم عمون شانتي والتي أمي كانت تغني كانت تغني بمعنى آخر أمي بيصان دون سي براغ في دراعيها كانت تأرجحني في دراعيها أنها تأرجحه بين دراعيها ثم وهي تغني إذا كانت تغني بمعنى آخر بمعنى آخر أمي بمعنى آخر أمي بمعنى آخر بمعنى آخر أمي بمعنى آخر في دودو في دودو من بتي بوسان طبعا نتكلم هنا عن لغة الأطفال لغة الأطفال إن صح التعبير في دودو إفعال دودو ما معنى إفعال دودو يعني نم إفعال نومك إفعال نومك ولكن هي توقع للأطفال في دودو إفعال دودو المقصود إفعال نومك من بتي بوسان من بتي بوسان يا فرخ الصغير في دودو إفعال دودو بوسان أيها الفرخ بوسيني بوسيني إذن كما نقول فرخ صغير بدل أن تقول له من بتي بوسان إذن تقول له منذ هذا الوقت أصبحوا يسمونني بوسيني وحتى الآن بقي هذا الاسم ملاصيقا بي إذن أسموني بوسيني طبعا الفقارة القادمة إن شاء الله سنستكمل بعد الموضوع الفقارة القادمة حياكم الله وإلى اللقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة